أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادية أرقام وأسواق نستعرض مع حضراتكم أداء أسواق الإمارات والسلعة العالمية وآخر مستجدات الشركات والأعمال والحصاد الأسبوعي لأسواق المال العربية والبداية بأبرز العنوين خسائر جامعية في أسواق المال العربية خلال جلسات الأسبوع الأرباح المجمعة لبرصة أبوظبي ترتفع إلى أربعين مليار درهم في الربع الأول ودبي لسبعة عشر مليار النفط يحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة بالمئة وسط متابعة المستثمرين أزمة الديون الأمريكية أهلا بكم من جديد والبداية من أسواق المال الإماراتية حيث أغلق سوق أبوظبي المال منخفضاً بنسبة 0.31% عند مستوى 9478 نقطة بتدولات بلغت قيمتها الإجمالية 797 مليون درهم ومن أصل 62 شركة تم تداول أسهمها اليوم ارتفعت أسهم 28 شركة بينما انقفضت أسهم 25 شركة وبقيت 9 شركات على ثبات وعلى صعيد الأسهم المرتفعة زاد سهم الخليج للمشاريع الطبية نسبة 10% ليغلق عند درهم فاصل 98 بينما ارتفع سهم شيميرا ستاندر أند بورز الولايات المتحدة نسبة 5.49% ليغلق عند أربعة درهم فاصل 23 كما أغلق سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية مرتفعاً بنسبة 5.26% ليغلق عند درهم فاصل 20 بينما انقفض سهم شركة صناعات أسمنت الفوجيرا بنسبة 10% ليغلق عند 0.36 درهم أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام منخفضاً أيضاً بنسبة بلغت 0.30 من المئة عند مستوى 3544 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 174 مليون درهم ومن أصل 36 شركة تم تداولها اليوم ارتفعت أسهم 15 شركة بينما انقفضت أسهم 15 شركة أخرى وبقيت 6 شركات على ثبات وارتفع سهم شركة دار التكافل بنسبة 5% ليغلق عند 0.68 درهم كما ارتفع سهم بنك السلام بنسبة 3.90 يغلق عند درهم فاصل 33 وأيضاً ارتفع سهم شركة شميرا ستاندر أند بورسا الإمارات بنسبة 3.52 يغلق عند 4 درهم فاصل 70 بينما أغلق سهم شركة رامز كوربريشن للاستثمار والتطوير منخفضاً نسبة 2.68 عند درهم فاصل 45 وننتقل إلى الحصاد الأسبوعية فعلى مستوى الأداء العام للأسواق العربية فقد سيطر اللون الأحمر على مؤشرتها خلال جلسات الأسبوع وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المصري إيجي إيكس 30 خلال الأسبوع انخفاضاً بنسبة 3% وجاء سهم حق اكتتاب شركة سبيت ميديكال في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 16.67 بينما تصدر سهم العالمية للاستثمار والتنمية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.21 وأما من دولة الإمارات فقد أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي الأسبوع على تراجع بنسبة 1.61 وجاء سهم فوتكو الوطنية للمواد الغذائية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع نسبة 12.64 بينما تصدر سهم الوطنية للسياحة والفنادق قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% كما أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع على انخفاض أيضاً بنسبة 0.37% وجاء سهم الخليج للملاحة القابدة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع نسبة 11.76 بينما تصدر سهم بنك دبي التجاري قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً نسبة 6.88 فيما أغلق المؤشر العام للسوق السعودي تاسي الأسبوع على تراجع بنسبة 0.38% وجاء سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 10% فيما تصدر سهم الخطوط السعودية للتموين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.37 بينما أنهى مؤشر سوق الكويت الأسبوع على تراجع أيضاً بنسبة بلغة 2.25% وجاء سهم أعيان للإجارة والاستثمار في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 5% بينما تصدر سهم شركة مشاريع الكويت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.81% وعلى صعيد مستجداتي أخبار الشركات والأعمال أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق أبوظبي الأوراق المالية في نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاع الأرباح المجمعة لتلك الشركات إلى أكثر من 40 مليار درهم مكارنة بـ 27 مليار درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق وذلك بارتفاع تجاوز 13 مليار درهم وبالنسبة ارتفاع بلغت 51% عن الربع المماثل من العام السابق على مستوى نتائج الأعمال أيضاً أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاع الأرباح المجمعة لتلك الشركات إلى أكثر من 17 مليار درهم مكارنة بـ 11 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك بارتفاع تجاوز 6 مليار درهم وفي سياق آخر تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة حاجز 541 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي لتواصل بذلك لتسجيل أعلى مستوياتها التاريخية وفق أحدث البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزية وأظهر تقرير المؤشرات المصرفية الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي أن تلك الاستثمارات ارتفعت بنسبة 15% على أساس سانوي وبزيادة تعادل 71 مليار درهم مكارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى ذلك أعلنت مبادلة للاستثمار الإماراتية صندوق الثروة السيادي لبوظبيا اليوم عن متائجها المالية للعام السابق والتي أظهرت تحقيق عائدات قدرها 106 مليار درهم أي ما يعادل 29 مليار دولار وقالت مبادلة أن قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها تجاوزت تريليون درهم في نهاية العام السابق وإنها قد استثمرت 107 مليارات درهم خلال العام وأضافت أن معدل المديونية بلغ 8% منخفضا عن العام السابق أما على مستوى السلع فقط سيطرة اللون الأغدر على أسعار التاقة والمعادن النفيسة بينما انقفضت العملات الرقمية وارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغة 1.82% بيسجل سعر العقودة الفورية لخان بريند 77 دولاراً فاصل 28 للبرميلة الواحد وسعدت أسعار النفط خلال تعملات الجمعة متجهة إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال شهر بمكاسب تجاوزت 3% وستفاؤل المستثمرين بإمكانية تجنب الولايات المتحدة لسيناريو التخلف عن سداد ديونينا أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعملات اليوم ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغة 0.33% عند 19666 دولار للأوقية وارتفعت أسعار الذهب خلال تعملات الجمعة لكنها تتجه إلى تسجيل تراجع أسبوعي بعد تسجيلها أسوأ إغلاق منذ أواخر مارس وثالث خسار يومية على التوالي بالأمس على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت خسائر جماعية اليوم وهبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغة 1.70% لتغلق تحت مستوى 27 ألف دولار وتراجعت سال عملات المشفرة بقيادة البيتكوين خلال تعملات الجمعة لكنها اتجهت إلى تسجيل مكاسب أسبوعية مع ارتفاع الريبل بشكل لافت هذا الأسبوع أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل مع ضيف أرقام وأسواق الأستاذ ريمون نبيل محل الأسواق المال للحديث عن أداء الأسواق العربية والعالمية خلال الأسبوع انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجدد على حضراتكم التحية عزائي المشاهدين وبرحب بدايفة الكريم أستاذ ريمون نبيل محل الأسواق المال برحب بحضرتك على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق أهلا بيكو بسدر المشاهدين أهلا بحضرتك داتان أستاذ ريمون يعني خليني أبدأ مع حضرتك من البورصة المصرية يمكن تبعنا التراجع العنيف للبورصة المصرية خاصة في نهاية جلسة الأسبوع أبدأ مع حضرتك من المؤشر الثلاثيني ما تحليلك؟ خليني نتكلم احنا يمكن من بداية شهر مارس بنقرب أكتر من مرة من مناطق 17-800 حتى لما كنا بنخترق في المؤشر الرئيسي 17-800 وصلنا أهلا فوق 18 ده كان في جلسة وأفنة في نفس الجلسة أسفل 17-800 فكان بنقول المنطقة دي احنا قرب البيك اللي حصل في 2018 نفسيا بالنسبة للمتعاملين أو المستثمرين بيشوف أنه كل ما نقرب المنطقة دي هيحصل زخم بيع شوية ونده اللي حصل تلات مرات ورابعت احنا قربنا المنطقة دي أكتر من ثلاث مرات في الربع الأول ويمكن لغاية تهاية جلسة يوم الخميس ما قدرناش نخترق المنطقة دي فكانت طبيعي جدا أن يحصل ضغط بيع من المنطقة دي عشان نرجع نختبر مناطق الدعم اختراق مناطق 17-100 أكد سلبية المؤشر وكان عنده مستهدف بوتو عند 16-600 وده يمكن احنا شفنا نتحقق في جلسة الخميس ويمكن قربنا من 16-500 وارجعنا ارتدين قفلنا فوق 16-700 لكن ده ما أزلش السلبية للمدى القسيرة طول ما أنا بتداول أسفل 17-400 هيفضل عندي في كل تحرك صاعد خلال الأسبوع القادم من بعده متوقع نظهر بيع إلى أن يثبت العكس بشكل أو بآخر منطقة 17-100-18-000 احنا معنا شفت الثلاثين على الهواء بالضبط كده يمكن ده بيوضح الحركة لغاية يوم الخميس وارد جدا من جلسة الأحد نشوف تماسك بعض الشيء بعد تثبيت الفايدة ممكن نشوف بعض التفايل أو بعض ظهور قوة الشرائية لكن هنشوف مدى الفوليوم أو مدى حجام التداول هتقدر تختار بينا 17-100-17-400 المنطقة دي أصبحت منطقة مقاومة مش سهل إن أنا أعديها من بعد الكوريكشن اللي قسرت فيه المنطقة زي ما هو معضح يمكن عندنا عند منطقة البرونجر باندي دي هتديني لحد إنها ارتداد مش هقدر أحكم أقول أنا خلاص انتهيت من التصحيح إلا ما أرجع تاني فوق 17-400 عشان أرجع أتكلم في إمكانية اختراق الـ 18-000 غير كده إحنا لسه بنقول في تصحيح داخل اتجاه عرض كبير اتجاه العرض ده إحنا مستمرين فيه لينا أكثر من أربع شهور هو يمكن واسع المجال زي الموضح في الرسم عند الـ 14-500 لحد السفلي بتاعه وعند 17-800 لحد العليل بتاعه بس ده ما بيقولش إن أنا لازم أزور الـ 14-500 ممكن جدا يحصل تماسك عند 16-15-800 وارجع تاني أرجع أخترق مش عايزين نسبق الأحداث خلينا نقول إحنا المنطقة الموجودين فيها الارتداد اللي ممكن يحصل من جلسة ترى الجلسات ممكن تاني أشوف قوة بيعية أربع 17-17-400 خلينا نعرف من حديدك أكتر تحليلك الفنية عن مؤشر السبعيني خلال جلسات الأسبوع يعني المؤشر السبعيني مقدرش يكون بنفس الإيجابية اللي حصلت في المؤشر السلسيني في القفزات اللي حصلت من شهر أكتوبر لغاية لما وصلنا مرات الـ 17-18-1000 السلسيني قدر يحقق قمة ما حققهاش في عشرين واثنين وعشرين بعد عن أعلى رقم حققه من عشرين واثنين وعشرين بحوالي 6,000 نقطة لكن المؤشر السبعيني وصل عند الـ 3,100 وما قدرش يعمل بيك جديد ما شفناش فيه مشتري يقدر يعمل بيك جديد كان واضح جدا الإيجابية في أسهم السلسيني بزبط كده زيما هو معضح هو بشغال في سايدوي كبير عند الـ 2700 الحد الصوف اللي بتاعه اللي حصل ده كان كسر من عليه فلس بريك ما استمرش كتير تحته رجع عرب تاني من عند الـ 3,000 وـ 3,100 وبدأ يظهر قوة بيعية تاني منطقة الـ 2900 الـ 2950 الى حد ان احنا بنوع لها منطقة وقفة خسائر لو ما قدرش يتمسك عندها الاسبوع القادم ممكن يجرب تاني عند الـ 2700 خلال شهر 6 يعني ونشوف الدنيا هتبقى ماشية فيه ازاي لكن بشكل عام الزخم التداول وقوة الشرية كتوضحة جدا في اسهم المؤسسات وفي اسهم المؤشر الرئيسي عشان كده بنقول لو حصل تصحيح في المؤشر الرئيسي هيكون فرصة الانتقاء لأسهم القوية ماليا والقوية فنيا لان بعد اي تصحيح انا شايفين لسه عندنا ارقام كبيرة هتحصل في المؤشر الرئيسي احنا في سايكل صعد ممكن نستمر من 3 سنين لخمس سنين على اللونج ترم احنا في الميديام ترم لسه بنتحرك في اتجاه صعد يمكن على التداشرة ترم بنتحرك في سايدوي لانا اتكلمت عليه لكن السايدوي ده هينتهي بكسره للفوق اجلا اما اجلا احنا لسه متفاعلين لسه شايفين قم اعلى من الـ 18000 تحصل في 2023 طيب وماذا عن المؤشر المئة؟ يعني هو المؤشر المئة بيوضح الضعف او المزيج بين الضعف بين المؤشرين هو فيه بنقول ضعف على المؤشرات الفنية الى حد كبير هو لسه مداش اي اشارات ايجابية زي هو موضح كده بالرسم ممكن الكوريكشن بتاعه يظهر اكتر لو كسرنا المنطقة الدعم اللي انا محددها دي لو كسر منطقة الـ 4000 هيبقى سلبي زيادة وده هيكون بسبب ضعف المؤشر السابع تمام استاذ ريمون ممكن تبعنا امس قرار البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة ما تقييمك لهذا القرار وهل سينعكس ايجابيا على البورسة خلال جلسات الاسبوع المقبل؟ طبعا هو كان قرار متوقع بشكل كبير بعد نتائج التضخم اللي حصل فيها طباطو هي مش هنقول انها تحولت للاجابية بس حصل طباطو في التضخم يمكن البورسة بتسبق الاحداث شوية وده كان سبب الارتداد في النص التاني من جلسة الخميس كان فيه توقع بالتثبيت ده فهشوفنا الارتدادة بعد ما قصرنا 16-600 قدرنا تاني نكسب 50% من مستويات النقط اللي خسرناها هنشوف ارتدادها وهنشوف اداء ايجابي او يعني ممكن نشوف فيه جلسة الحد وممكن من جلسة رجلسات يحصل بعض التفاعل زي ما شرحت الحضرت الارقام ايه 17-17 وما يقدرنا نختارقها او ظهر اي اخبار ايجابية جوهرية تقدر تغير السلوكيات الماركت بشكل كبير ان يدخل المشتري هنبدأ نتفاعل ما قدرناش هيكون التأثير وقتي التزبيت ده يكون تأثير وقتوي يمكن خلينا نتكلم ان فيه توقعات ارقام التضخم ترجع تزيد تاني في الشهر المقبل فده برضو هنترقبه على نهاية مايو نتائج ارقام التضخم اللي تزهر خلينا نعرف من حضرتك استاذ ريمون نصيحتك او بتنسح المستثمرين على المدى القصير والمتوسط بايه واين بتوجد الفرص بوجهة نظرك يعني انا شايف في المدى القصير يريد نبقى عن الحامش بشكل كبير احنا المستثمر المصري او الافراد بيتفاعل زيادة عن اللزوم وبينساجم زيادة عن اللزوم على بعض التوصيات او الاخبار بتنتشر على السوشيال ميديا فهنا خلينا حرصين شوية خلينا يبقى فاهمين ان احنا في منطقة الحد كبير فيها تزبزب عالي الفلاتيدي بيقول ان انا لسه ممكن يشوف تزبزب فترة اكبر من كده ارجع اتمن للماركت لو قدرت اخترق مناطق السبعتاشر تومية وقفلت فوق التمنتاشر الف جلستين خلاص بقى هنتكلم ان احنا نهينا المرحلة دي وهبقى اتكلم في الشورة تيرم ان انا هدخل في تجاه صعب غير كده لا انا معرض ان انا استمر في المرحلة دي فترة الفترة دي ممكن اللي هامش يخسرك اكتر فخليك اتعامل مع الماركت اشتغل بزكاء ننتظر في اي تصحيح ممكن يحصل وابدى ابد المراكز بين الاسهم القوية ماليا واشوف الاسهم اللي عندي في محفظة الاسمارية لو فيها مشاكل مالية لو فيها مشاكل في الاتجاه العام ثميا هتكون فرصة التبديل مراكز فانا شايف ان الفترة دي تحتاج لحكمة او في التعامل مع الماركت انتقل مع حضرتك لمهمة لنقطة مهمة جدا وهي التعامل بالماليين حضرتك مع الغاءه ولا لا ولماذا انا مش شايف ان هو تأثيره كبير جدا سواء الغاءه او استمراره انا دايما عندي مقولة ان الماركت بيحكم كل شي احنا لما كان الماركت بيتحرك بعد شهر اكتوبر لما حصل تعويم وفي شهر يناير وحصل تحريك تاني الاسعار للصرف ما كانش حد بيبص او ما كانش حد بيلتافت للماليين او غير ماليين لانا كان فيه اتجاه صعود وفيه زخم تداول وفيه اعجام تداول دخلت وفيه سيولة كبيرة قدرت تحرك كل الماركت او خلينا تقول تقدر تحرك بصفة كبيرة اسهم التلاتين لما حصل الضعف اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي والصيدوي بدأ يبقى واخد وقت اكبر بدأت الناس تركز على مشاكل الماليين سواء اتشالت او ما اتشالت يعني مش هو ده الايجابي مش هو ده اللي هيطلع السهم مش هو ده اللي هيجيب المشتري للسهم يعني انا مش عايز اتكلم في الدينماكية بتاعت التنفيذ احنا بتكلم في جاز بسيولة لو فيه سيولة هقدر اتخطى كل المشاكل دي اكيد نعم طيب هنتقل لملف هام جدا وهو ملف الطروحات هل ترى ان السوق قادر على استعاب بعدة طروحات الفترة المقبلة ام بيحتاج لمحفزات وقليات جديدة لاستعابها خلينا نجاوب عليه في شقين السوق يستعاب طروحات اه يستعاب احنا بننفذ اكتر من مليار ونص واثنين مليار لنا فترة مش قليلة لكن يمكن اعتقد وقت النظر ان احنا مستنين الوقت المناسب الوقت المناسب لانتهاء من مشاكل اسعار الصرف سواء انتهت كده او حصل تغيير اسعار الصرف او انتهت سوق الموازي او حصل تنفيذ لبعض الاستفقات اللي تم اعلان عنها سواء ال 32 شركة او اي سيولة دخلت بعدها على طول هنشوف الطروحات اللي ممكن تحصل في البرشة للافراد او سواء هيكون فيها حصص خاصة بمستثمر استراتيجي او هشوف ادراء لكن انا الوقت المناسب وشايف اني 23 هتشهد اكتر من طرح ممكن يكون ده من الربع التالت والربع الرابع نعم هنتقل مع حضرتك استاذ ريموني نقطة مهمة جدا جدا وهي الحديث ويعتبر حديث الساعة في مصر والمستثمرين الزهب الى اين يعني خلينا نكون لنا الشرف احنا اتكلمنا معاك في مداخلة من 10 ايام تقريبا كان فيه فقاعة تسعرية في مصر احنا بنقسم دائما الدهب في الحديث عن تحركاته عالميا وتحركاته في مصر اللي بيهمنا احنا اكتر طبعا تحركاته في مصر يمكن كان جرام 21 قرب من مناطق 2800 وده كنا اتكلمنا مع حضرتك هنا ان دي فقاعة تسعرية ان حصل مضاربة كبيرة جدا ما بين سعر الدولار في السوق الموازي وعسعار الدهب وكان الفرق كبير جدا في التقييم وده بيبقى مرحلة بنقول عليه البيك او زي ما نتكلم كده في البورصة ان ده بيك الماركت ده كان بيك الدهب وكان واضح جدا فرق التسعر كان ما بيننا في مصر في السعر الرسم والسوق الموازي تخطى 25.30% وده ما كانش هيستمر لفترة كبيرة زي ما شفتك يعني زي ما حصل اني حصل قرار بإعفاء ضريبي او السمح بدخول بعض المشغلات الزهبية من الخارج شفنا على طول انهيار للسعر المستثمر اللي اشتغل او اشترع او المواطن البسيط اللي ده اخد بدأ يحط امواله في المناطق العالية من 10 ايام فقد من 20% ل25% يمكن على سعر النهاردة اعتقد نزلنا من 500 ل600 جنيه فرق تسعير في وقت صغير جدا ده كان طبيعي جدا الفيلم 22 نهاردة اه يعني نتكلم في 600 جنيه تقريبا او 580 جنيه في 10 ايام تقريبا وده اخصارة كبيرة يعني المفروض اللي داخل بيستثمر في الدهب بيحاول يتحوط وكان طبعا التحوط ده المستثمر او المواطن البسيط البلبلة والكلام الكتير عن تغيرات سعر الصرف وهو شايف اني اسعار الدولار بيسمع سوشيال ميديا بيسعى مع الناس كل شوية بتطلع طب احطت فلوسي فيهم بدأ يحصل قلق هو شايف اني الوعاية الدخارية في البنك بدأت تتآكل امواله فيها فبدأ يتجه بس اتجه متأخر جدا اتجه متأخر جدا فحصل تضارب او مضاربة كبيرة جدا كانت النتيجة اللي احنا شايفين وصارع 20% فيقل من 10 ايام طيب وماذا عن السار العالمي السار العالمي يمكن انا حاتت تشورت بيوضح ان الدهب ووصل معينة على الهو اه ده يمكن على المدى القصير هو عنده منطقة مهمة جدا منطقة الدعم اللي وصلها مبارح وبدأ يرتد منها ارتداد بسيط عنده مقاومة عند مناطق الـ 20 وعشر الـ 2040 طول ما هو بيتداول اسف المناطق دي هو مرشح نزور 1920 و1880 اللي هو على الحد السفر التاع القناة السارة اللي بتحرك فيها لكن لو هنتكلم عليه بشكل على اللونجدور الدهب بتحرك حركة عنيفة في كرونا وعمل قمة قرب الـ 2080 او الـ 2100 رجع نزل بدأ يطلع تاني بعنف على تأثير حرب روسيا ووكرانيا والمشاكل اقتصادها حصلت ما قدرش يخترق القمة دي رجع نزل وكسر البوتم وصل يمكن 1700 او اقل منها وبعدين رجع في صعود متتالي مع رفع الفيدرالي للفايدة للفترة الكبيرة التلات مراحوظات دول اني ما قدرش في ولا مرة يعمل بيت جديدة فعنا بتكلم ان هو على الـ بيتحرك ليه سنة ونص مش قادر يخترق مناطق الـ 2100 و2120 ده عندنا لو هنتكلم عليه كتكنيكا البعيدة عن الاخبار بيقول ان خلاص في بيع او في قوة بيعية بتظهر كل ما بيقرب من عند الـ 2040 لـ 2100 بيستغل الصعود ده في تخفيف ماركس فخلاص ده بيقول ان انا مش عارف عد المنطقة دي انا كده مرشح ان انا ارجع اشوف الحد الصفلي بتاع السايدوي اللي بيشتغل في الده ممكن اشوف 1800 1700 ده مرهون ده وناطق الـ 1880 لو حصل لها كسر خلال الربع الثالث وده ممكن يكون مرجح بشدة هاشوف تاني وناطق 1800 1700 فهو حتى عالميا مش مرشح ان يعمل طفرة الا لو حصل خبر ازمة اقتصادية كبيرة فده اللي بيرجع تاني هدخل القوة الشرائية وهل لو حصل ده هقدر اخترق الـ 2100 ولا برضو هفضل شغال في السايدوي الكبير انا شغال في الياسان ووص استاذ ريمون نستأذنك في فاصل قصير ثم نعود لتحليل اسواق المال الاماراتية والعالمية مشاهدينا الكرام انتظرونا بعد الفاصل ورجعنا لحضركم مرة اخرى زي المشاهدين وبرحب ديفاء الكريم وستاذ ريمون نبيل برحب حضرتك مرة اخرى خلينا حضرتك من بورصة ابو ظبي والتي شهدت تراجعات عديدة خلال جلسات الاسبوع او الخمسة جلسات الماضية ما تحليلك ليه اداء السوق على مدار الاسبوع الفات يعني هو يمكن المؤشر ابو ظبي كان واضح علي الضعف على اللونجدورم واكد ده لما قصر منطقة العشر تلاف ومتن وكان عنده مستهدف بوط الوربت تسعة تلاف وربعمية هو حق اول فعله بدأ يرتد منه لكن قوة الاتداد اللي حصلت في الاسبوع السابق ما كانتش بالقوة الكافية اللي تخلينا نقدر نتفائل ان التصحيح انتهى فانا اعتقد انه اقصى حاجة ممكن تحصل في الصعود هو عنده مقاومة مش سهلة عند تسعة تلاف وطم اعتقد انه القرب منها هيظهر قوة باعية مرة اخرى وعندي المنطقة بنقول عليها وقف خسائر او حفاظ على الارباح اللي هو المؤشر عند التسعة ربمية لو استقر اسفلها جالستين اعتقد ممكن نشوف مزيد من القوة الباعية الى بعض الشي لان هو على لونجو ترم كان عامل طفرة في الصعود في الطبيعي جدا اللي احنا بنشوفه دلوقتي الكوروكشن اللي بيحصل ده والطبيعي انه هيخد شوية وقت معينة شرطة بوظبيع اللي هو ده على الشور ترم زي ما هو حضرتك ووضح دلوقتي هو في ترند دون في تشانيل هو بتحرك جواها الحد العلي وبتاعها عند التسعة تلاف وتممية لو اخترقها هنبدأ نقول ان احنا قاني هنا التصحيح وهنتكلم تاني في عشرة تلاف عشرة تلاف وتممية هنا على اللونجو ترم زي ما هو واضح كان فيه شكل فني سلبي احنا كسرناه عند العشرة تلاف وشوية تقريبا وكان عندي مستهدف تسعة وربعمية احنا حققناه تسعة وربعمية ده هنعتبره وقفة خسال للمستثمر قصير المدى لانه السبات اسفل ممكن يرجح ان انا نكسر كمان التسعة تلاف فهنرأي بقوط المشتري خلال الاسبوان اللي جاي لو قدرنا تاني نطلع فوق التسعة تلونية هنقول ان احنا انهنا التصحيح لو مقدرناش نطلع فوق الارقام دي بقى انا مرشح ازور التسعة تلاف او 8600 خلال الربع التالت وبعدها ممكن يكون انتهى التصحيح بشكل كبير على المدى المتوسط وارجع تاني ابدأ اتحرك لقيمة هل نتوقع استاذ ريمون ارتداد سوق ابو زبي الفترة المقبلة ام تراجع اسعار النفط يلقي بزلالي على اسواق الخليج عموما طبعا تراجع الاسعار عمل الضغط كبير على المؤشرات يمكن كمان انا شايف ان التراجعات دي قد تكون قاربة على الانتهاء النفط قدر يوصل عند بوتم عند مناطق 63 و65 هو كل ما بيقرب مناطق دي بيظهر المشتري قوي جدا وبيرجع الباقي تاني في 70 دولار اعتقد البوتم بتاع البترول هينتهي في مايو او بالكتير في نص الشهر القادم بالعكس انا شايف ان البترول مرشح انه يرجع لمناطق 83 خلال الربع الثالث وممكن جدا نشوف 93 الربع الرابع فهو بشكل او باخر قد يكون انتهى من التصحيح على الشرطة المؤهل جدا انه يبدأ يتحرك في حركة صعدة ممكن نبدأ زي ما قلت لحضرتك من الربع الثالث احنا معنا اتشرط ان نفتعل هوا بزبت احضرتك انا موضح كده برسم باني بسيط احنا عملنا عنيف ووصلنا لمنطقة الدعم الموضحة اللي هي كان قبل لما نطلع ونخترق المنطقة دي وبدأ نتحرك لما اخترق من ال63 في الطلع الفترة اللي فاتت عملنا البيك الموضح ده هو دلوقتي عنده منطقة 63 طالما ما بقادر يقف فوق 63 هو مرشح جدا انه يرجع يجرب على 83 في الربع الثالث وانا اعتقد ده السيناريو الاقرب تمام استاذ ريمون تحليل حضرتك لبورصة ابو زبي خلال خمسة جلسات الماضية دبي لحد ما في قوة شرائية بالمقارنة اقوى من مؤشر ابو زبي يعني حتى في الهبوط نسب الهبوط اقل دبي كان تتحرك في سايدوي ما بين منطقة 3,270 3,250 كحد ادنى ومنطقة 3,470 قدر يخترق الفترة اللي فاتت وقرب من 3,600 او اعلى من كده شوية ودلوقتي هو بيعمل تصحيح زي ما احنا شايفين وانف التصحيح او يعني السايدوي اللي هو انا دلوقتي قربت اختبر مناطق قربت من عند الـ 3,500 بدأت ارتد جلسة امس كان فيه ارتداد ايجابية وبعدين دلوقتي من عرضة فيه تراجع طفيف اعتقد 3,470 مش مؤهلا هتتكسر على اقل الاسبوانجي ممكن يحصل تماسك في المنطقة دي لو قدر يتماسك المنطقة دي لغاية نهاية مايو مرجح جدا نرجع اختبر 3600 فيه افضلية بالمؤشر دبي بالنسبة للمقارنة فابوزابي نقدر نقول القوة البايع فابوزابي كانت اقوى او العكس المشتري يمكن في دبي كان متماسك اكتر اعتقد على نهاية 2023 الاجمالي ما عنديش مش قادر اقول على سبب جوهري لكن هو على الشرط واضح جدا ان فيه قوة شرائية واضحة يعني الفترة اللي ابوزابي بيكسر فيها شكل سلبي وبياهل لتصحيح على الـ كان دبي بيعمل زي ما حضرتك شايفة بيعمل بيعمل ويختار كل اعلى فممكن يكون هيستفيد اكتر لو البترول اتحرك ممكن يكون في نتائج اعمال في الشركات المدرجة في المؤشر هتكون لها افضلية هنشوف ده بعد صعود المؤشر ودايمن الـ اكشن او الاسعار بتسبق الحدث فزي ما قلت لحضرتك حفاظه على 3470 هيؤهلنا لصعود حتى لو قسر 3470 ما اعتقدش انه هيزور الحد الادنى بتاع السيد ويهل حصل هيشوف هيزهر منطقة دعم في المنطقة الوسطى وهيرجع يطلع تاني على نهاية العام خلينا من حضرتك استاذ ريمون نصيحتك للمستثمرين في اسواق المال الاماراتية لفترة القادمة هيبقى نفس نصيحتنا في البورصة المصرية يعني انتقاء الاسهم اللي ممكن يكون لها مستقبل في ظهور نتائج اعمال مالية اقوى او التوقعات في نتائج العمال اللي ممكن نشوفها في ربع التالت يكون اقوى المؤشر طبيعي هيكون فرص لتكوين مراكز الى ان يزبط العكس ان انا اكسر منطقة الحد سفلي بتاع السيد ويلا اوضحت ويمكن ده مش مرجح بشدة بس خلينا نقول ان ما فيش حاجة في سوق المال ممكن ما تحصل في الفترة دي ممكن استغر التصحيح اللي بيحصل لتكوين مراكز بسيطة والتحرك الى ان يزبط ايجابية المؤشر مؤشر ابو ظابي ما اقدرش اقول اقدر اكون مراكز في المنطقة اللي احنا فيها دي لان هو عند منطقة ممكن يكون قرب من وقفة خسيرة لازم ارأي بس هل هننتهي من المنطقة بتاعت التصحيح ونبدأ نرتد من التسعة ربعمية ابدأ اتفائل لو اقدر او اقدر ابدأ كوين مراكز لما اعرف اغلق فوق التسعة طمية دون ذلك السيناريو المتوقع اني في كل صعود هيكون فرصة للمتجرب بتخفيف مراكز وارجع تاني اخذ باسعار افضل وهكذا هنتقل معك استاذ المول لنقطة مهمة بتشغل بالكا سيرين خاصة في مصر لماذا بتتوسع دول الخريج خاصة الامارات والسعودية في التروحات باسواق المال سواء كانت شركات حكومية او قطاع خاصة على الرغم من وجود فوائد مالية بغالبية هذه الشركات خلينا اقول هو اتجاه عام يعني هو مش هو التوسع اللي بيحصل مش علشان هما محتاجين للسيول هو بيبقى فيه حاجات ابعاد اكبر من كده ابعاد لتعميق اسوع المال ابعاد لتعميق الاقتصاد بشكل اكبر لجذب مستثمرين على مستوى العالم مستثمرين اجانب بنسبالهم جدد يعني اه علشان يحصل قوة الاقتصاد ما هو ده اللي بيدي قوة ان انا يكون عندي اكتر من شريحة جوة الماركت فلما يحصلش اي مشكلة في شريحة معينة فلاقي ان الماركت نفسه كله بدأ يدخل في ركود فانا شايف انه ده اجراء بالعكس اجراء اجابي جدا استاذ جمهون هل تنصح بالاستثمار في العملات الرقمية عموما او بشكل عام خلينا نتكلم عليها من مصدر الامان يعني انا مش هتكلم على المظهر بوطن اللي كانت بتحصل هل هي مصدر امان هل المستثمر اجتغل في الفترة اللي فاتت ما حصلش مشاكل هل البنوك المركزية على مستوى العالم بتضمنها هل مش ممكن اصحى شوف انهيارز اللي حصل في اكتر من عملة وشوفنا حاجات غريبة ومبنك بالستين وسبعين في المية في اسبوع هو ايه اسواق المال اساسا بنتعامل في اسواق عالية المخاطر فانا كمان هختار حاجة تكون عالية المخاطر زيادة عن اللزوم جوه سوق المال وهدخل اضارب فده قرارك لو انت بقى شايف ان انت هتضارب في حاجة هي اصلا عالية المخاطر جوه اسواق عالية المخاطر فتأخذ ده ريزق انت بتاخده قدرت تكسف جامد او فقدت اموالك ده الفرق بينه وبين استثمار امن في استثمار امن جوه اسواق المال يعني مش بتنصح بالاستثمار فيه في العملات المشفرة او العملات الرقمية مش هانل هقول الرأي في الان انا انصحه لا البنوك المركزية عالميا بتحذر منها مش مأمنة او ما فيش غطاء نادي للعملات الرقمية فازاي احنا هنقول لا استثمار في عملات رقمية والبنوك المركزية بتقول انا ما عنديش غطاء نادي ليها وممكن بكرة ما لاقيش العملات دي مخاطر عالية جدا استاذ ريمون بشكر حدثك جدا شكرا جزيلا بنشكر الاستاذ ريمون نبيل محلل اسواق المال شكرا جزيلا شاهدين الكرام بشكركم لحسن المتبع والى لقاء لكم ريهام الدويك دمتم في امان الله